نروح بقى لمنتخبنا الوطني لكرة القدر قبل ما نستعرض بقى مجموعة من المعلومات والإحصائيات من باب الثقافة الرياضية اللي احنا دايما متعودين نتواصل من خلالها مع حضراتكم ربما البعض تحدث في اللي انا هقوله لكن لازم نقوله وجهة نظرنا اكيد كيروش طبعا في المؤتمر صحفي تحدث في مجموعة امور جميل انه هو رفض ان يتحدث عن اللاعبين المستبعدين اه لا انا بتكلم على فريق وليس على افراد وهذا حقه الطبيعي ولا نستطيع ان نناقشه على الاطلاق ربما نعرض اسماء لكن لا نستطيع ان نناقش اختياراته وهذه اختياراته وهو حر فيها طالما تولى الادارة الفنية لمنتخب مصر فديك اجابة الحياة النموذجية من جانبه اه تحدث عن مسألة احنا ليه ما لعبناش جولة في اه الدور العام وليه ما لعبناش الاسبوع التامل والحكاية ورقل لم يكن موفق في هذا الامر لانه زي ما كلنا عرفنا ان الاجندة الدولية تبدأ من يوم 27 وبالتالي 27 طبعا ديسمبر وبالتالي اللعيبة حتى المحترفة اللي فيه الاندية المختلفة من حق منتخباته يعني على سبيل المثال مثلا علي معلون من حق المنتخب التونسي اذا مثلا دي ينجو غيره وغيره وكل واحد يعني في الاندية كلها وبالتالي هذا امر لا يجوز على الاطلاق يعني فخلينا نقول هو لم يكن محق في هذا العرض او لم يكن دارسا له طيب النقطة التالتة اللي الحقيقة يعني انا شخصيا غير موفق عليها على الاطلاق على الاطلاق انه هو رمى انه التارجت بتاعه هو التأهل لكأس العالم بما يعني انه كأس الامم الافريقية احنا رايحينها اختبارات لا كفانة اختبارات يعني لا يليق على الاطلاق ابدا ان انا اتحدث عن منتخب مصر وهو رايح بطولة واشير ورمي ان هذه البطولة بالبلدي كده مش في حساباتي انا التارجت بتاعي او هدفي المنشود والمطلوب مني هو التأهل لكأس العالم اذا امر لا يليق صحيح هو موجود في العادي الكلام ده لكن يعني طبعا العادي بيقول انه يفسخ تلقائيا في حالة عدم التأهل لكأس العالم ده العاقد لكن ده مش معناه ان انت تقول ان انا هدفي هو كذا ما ينفعش لان ده منتخب مصر منتخب مصر صاحب اعلى تاريخ فيه امم افريقيا منتخب مصر فيه اغلى لاعب في افريقيا هقولوك ادواتي اسعار اغلى عشر لاعبين في افريقيا يتصدرهم محمد صلاح مئة مليون يورو اه كمان هذا الامر لا يجوز على الاطلاق وما ينفعش كمان ان هو يرمي ويقولك لو خيرت المصريين هيقولوا كاس العالم لا احنا عايزين الاتنين ما هو سوري يعني هو احنا ما بنخل يعني احنا ما دخلنا قبل كده مع كوبر مش روحنا كاس امم ولعبنا نهائي كاس امم افريقيا وروحنا كاس عالم روسيا 2018 فيش حاجة اسمها خير المصريين على اطلاق يعني هذه الحقيقة عبارات لا تجوز ان تصدر اطلاقا من المدير الفني للمنتخب الوطن من جانب انت تصدر لينا نوع من انواع الاحباط في كاس الامم واحنا كلنا امل في هذه البطولة بطولة كبيرة جدا جدا الامر التاني ما عرفش هل هذا التصريح له تأثير على اللاعبين اللاعبة كلها بتعرف كل كلمة قالها المدير الفني بتاعهم وكل كلمة صدرها للرأي العام وبالتالي اللاعب اللي هو يعني مش تقيل قوي جواه يقولك ايه المشكلة يعني ما احنا والناس عارفة ان احنا ما بنلعبش لا ما ينفعش فانا ارى ان هذا التصريح لم يصادف اهله زي بالزبط كده ما بيجي مدير الفني في اي نادي يقولك انا عندي مشروع يعني ايه عندي مشروع يعني عايز اعمل فرقة سنة جاء لا سنة جاء ايه طب والسنة دي انت هتشتغل وتقبض وشكرا مش كلام ده اطلاق مدير الفني عندما يقبل العمل في منتخب او في نادي قبل ما يقبل العمل في هذا او ذاك لازم يبقى دارس كويس اوي الفرقة اللي هو رايح يدربها وطموحات البلد طموحات الجماهير وعمر ما جمهورنا ابدا تنازل عن طموح الحصول على كأس امم او التأول كأس عالم فارى ان هذا الحقيقة امر لم يكن يعني مناسبا اطلاقا يعني ولم يكن موفقا فيه كيروش وارجو ان هو ينسى هذا الكلام واللي عيبت انت هذا الكلام واحنا هننسى هذا الكلام وهنعيش كأس امم افريقيا ااملين ان نصل الى ابعد حد او نحصل باذن الله على كأس امم وليه لا وليه لا طيب هذا هو الامر فيما يتعلق بالتصريحات كيروش اشتركوا في القناة